السلام عليكم بانجور بانسوار لنفرج جدلا أنت أمام مال كثير أمام قطع نقدية كثيرة وطلب منك أن تأخذ منها ما شئت لكن ليس لديك أي كيس تجمع فيه هذا المال هنا ستكون مضطرا لأن تأخذ منه فقط ملء كفيك المشكل المشكل في الطريق ومع الوقت سيتساقط هذا المال رغما عنك ولن تستطيع التقاطه تانية هنا ستقف وتقول كان علي أن أبحث عن كيس عن وعاء أجمع فيه هذه النقط فالوعاء هو القصة التي تحفظ لك العبارات والكلمات التي فهمتها تحفظها من الضياع تحفظها من التشتت تحفظها من النسيان وأسطر على كلمة النسيان وهذه هي أهمية القصة في تعلم اللغة الأجنبية فالقصة تذكرك بالكلمات والكلمات تذكرك بالقصة فهذه تذكرك بتلك من C'est l'histoire d'une femme cinquantenaire qui s'est achetée de nombreux produits de beauté dont l'espoir de paraître plus jeune auprès de son mari. Après avoir minutieusement appliqué chacune de ses pommades, elle interpelle fièrement sans mari. Regarde chérie, me voilà transformée, quel âge me donnes-tu maintenant ? Son mari prend alors le temps de l'examiner, puis lui énonce son verdict. Si je regarde ta peau, je te donne 20 ans. Si je regarde tes lèvres, je te donne 18 ans. Et si je regarde tes cheveux, je te donne 25 ans. Oh merci mon amour, c'est vraiment merveilleux. Le mari répond. Oh là, t'emballe pas, j'ai pas encore fait l'addition. Non! Non t'ensez fernsawi بعد اليوم. والآن ننتقل لشرح بعض الكلمات والوقوف عليها. رأينا في القصة كلمة cinquantenaire, cinquantenaire. وهي بمعنى خمسيني أو خمسينية. فهذه الكلمة مهمة ولها معنايين اثنين نقول بمعنى احتفالية تقام على رأس خمسين سنة بمعنى احتفال خمسيني المعنى الثاني تعني شخص تقريبا في الخمسين من عمره اي لا نعرف عمره بالضبط شخص خمسيني رأينا كذلك نامبغ نامبغ فهي صفة لسينونيم المرادفات لهذه الكلمة المرادفات هناك اباندان اي كونسيدرابل اباندان اي كونسيدرابل وتعني كثيرا وتعني الكاترة والوفرة اباندان اي كونسيدرابل اي شيء كثير produit de beauté produit de beauté وهذه تعني مستحضارات التجميل وتدخل ويدخل فيها الماكياج وماكياج soينة لديه ومسيدرابل ومسيدرابل اي علاجات الواجه والشعار وكذا علاجات الجسم رأينا كذلك بعد ايضًا منيسيوزمان ايضًا 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 بعدما قامت بتدهني الجييد لجميع المراهيم نقف على كلمة منيسيوزمان c'est ايضًا ايضًا فهذه الكلمة معناها الإصطلاحي بدقة كبيرة. نقول مثل بمعنى فحص الموضوع بدقة كبيرة أو بدقة متناهية. رأينا كذلك فیرمان وهي ستانات verب فیرمان بمعنى بكل فخر وهي اشتقاق لكلمة لفیرتي. مثل رأينا كذلك كلمة كذلك بمعنى رأينا كذلك كذلك своی رأيناه انجاق لك سatu quietly لفعاناور 일� kotان Inhaī كذلك وعال طبيق دقائم زرب كذلك ولكن رحي كثيرا لم أقم بعمليات الجمع هنا سنقف على كلمة l'addition l'addition بمعنى عملية الجمع فأرمات تيماتيك إليك إليك كاتر أوبراتيون إليمونتر إليك l'addition la'sustraction la'multiplication et la'division فهناك l'addition بمعنى عملية الجمع la soustraction عملية الطرح la multiplication عملية الضرب et la division عملية القسمة et voilà à très bientôt Abonnez-vous !